أم طالب في المداخلة السابقة معك كنا من أمام محطة القطار الرئيسية في ليفيف هذه المدينة الصغيرة في الغرب الأوكراني والتي كانت مدينة هادئة تجذب السياح بكنائسها ومقاهيها والمطاعم قبل أن تصبح ملاذاً لحوالى 200 ألف لاجئ ممن يعبرونها أو يبقون فيها العابرون يتوجهون إلى بولندا أو إلى دول أوروبية مجاورة عشرات المدارس والكنائس والمسارح والمتاحف هنا تحولت إلى مراكز استقبال مؤقتة وأيضاً بعض المنشآت الرياضية والتعليمية كما تشاهد هنا أعداد كبيرة من اللاجئين الواصلين من مختلف أنحاء أوكرانيا من بينهم هذا الرجل الذي روى لنا قصته قبل قليل وهو قادم من فولنوخاذا بلدة صغيرة أحد هذين الرجلين طبعاً الرجل الطويل القام لا علاقة له بما سأقول ولكن الرجل الذي في مقابله يقول أنه كان في فولنوخاذا قرية صغيرة بين دونيتسك الشهيرة وهي التي تحمل اسم الجمهورية الأوكرانية الانفصالية المدعومة من موسكو وأيضاً ماريو بول إذن قريته كانت تقع بل ما زالت تقع لكنه غادر بين دونيتسك وماريو بول خسر منزله الذي تحول إلى مقر للجنود الروس مباشرة وليس للانفصاليين الأوكرانيين يقول الجنود الروس يحتلون بيته الآن ويقول أيضاً أنه سيذهب بولديه إلى خارج أوكرانيا سيذهب بهم إلى بولندا لأنه ليس واثقاً من أن القصف الروسي لن يصل إلى الغرب الأوكراني المشهد هنا كما تشاهده إذن عشرات العائلات التي جاءت لتأوي إلى هذا المكان المؤقت قبل أن تعود لتتوزع على عدة أنحاء من أوكرانيا إلى أماكن آمنة في أوكرانيا أو العبور نحو بولندا أو نحو دول أوروبية مجاورة عمدة ليفيف حيث أنا موجود تعرف كنا غطينا خمسة عشر يوماً عند الجانب البولندي ولكن مع وصول الليلة الماضية إلى هنا إلى ليفيف وجدنا أن الوضع صعب البنية التحتية ما عادت قادرة هنا في المدينة على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين عمدة المدينة قال أرفع العلم الأحمر إذا استمر الوضع على ما هو عليه من دون حصولنا على دعم فأن الأيام الآتية ستكون صعبة هذا المكان أصبح نقطة استقطاب لأعداد كبيرة من اللاجئين وأيضاً لديبلوماسي العالم بأسره الذين كانوا يمثلون دولهم في أوكرانيا ويمثل هذا المكان أيضاً ليفيف أقصد المدينة نقطة جذب لصحفي العالم بأسره ممن يرغبون في تغطية الحرب في أوكرانيا طالب حتى تصديقاً لما تقول أكثر من سفارة نقلت ديبلوماسيها إلى ليفيف وحتى مقر السفارة سفاراتها إلى ليفيف حسين طيب اللاجئون أو النازحون من الداخل يعني عندما تجول أنت على هذه المراكز هل لحظت أن بينهم جاليات عربية جاليات من الشرق الأوسط من الدول العربية تنزح إلى ليفيف أم لا؟ يعني الجاليات العربية تكون وجهتها غير ليفيف ربما مناطق أخرى اللاجئون من أصول عربية وإفريقية عادة لا يبقون في ليفيف إلا بأعداد قليلة هي نقطة عبور لهم فقط يعبرون بعدها إلى بولندا أو إلى دول المجاورة لبولندا كنا التقينا بل استضفنا في مراسلات سابقة عندما كنت عند الجانب البولندي على مدى أسبوعين كنا استضفنا عددا من اللاجئين الذين جاءوا إما من سوريا من بينهم أيضا مصريون وفلسطينيون ويمنيون ومن بينهم مهاجرون أفارقة أيضا لاجئون أفارقة بالمناسبة كل اللاجئين إلى خارج أوكرانيا إلى الدول المجاورة لها سيعطى لهم حق الإقامة، حق العمل، حق السكن، حق الضمانات الاجتماعية، حق التغطية الصحية شرطا أن يكونوا من حملة الجنسية الأوكرانية أو أن يكونوا دخلوا إلى أوكرانيا وأقاموا فيها بطريقة شرعية هذا ينطبق على الطلاب الأجانب الذين كانوا مقيمين في أوكرانيا يمكنهم أيضا الحصول على حقوق العمل والإقامة والسكن والمساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية وحق التعليم لأولادهم إذا كانوا من حملة الجنسية الأوكرانية أو كانوا يقيمون بصورة شرعية في أوكرانيا هذا ينطبق على الطلاب الأجانب الطلاب العرب والأجانب بالنسبة إلى الخدمات النازحون من الداخل يأتون إلى ليف هل ليف لديها من الإمكانيات لمساعدة هؤلاء يعني في بعض منهم يحبذ البقاء في ليف ويريد أن يعيش في ليف إلى أن تنتهي الحرب طيب هل ليف مهيئة على المستوى اللوجستي على المستوى الغذائي هل هناك منظمات دولية وإنسانية تعمل بحرية في ليف يعني شهدنا على الحدود الأوكرانية البولندية كان في منظمات صليب أحمر يعمل بشكل سلس ولكن في ليف أنت هل هناك منظمات إنسانية تعمل وهل لدى ليف هذه الإمكانيات نعم تقريبا الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية والهيئات التي تعمل عند الجانب البولندي تعمل أيضا عند الجانب الأوكراني في ليف تحديدا هذه مثلا هنا مثلا هناك متطوعون يأتون بالطعام وبالشراب للاجئين على مدار الساعة كله طبعا يقدم مجانا لهم والجمعيات هنا على مدار الساعة تتفقدهم وذلك في محطة القطار الرئيسية أيضا في المواقع الأخرى التي ينتشرون فيها داخل ليف وحولها وهناك عناية كبيرة بهم ولكن الطاقة الاستعابية لليف لم تعد تسمح باستقبال المزيد من اللاجئين من هنا فأن دبلوماسيين عفوا من دول الاتحاد الأوروبي زاروا ليف اليوم الذين يمثلون بلدانهم الأوروبية هنا في أوكرانيا زاروا ليف قبل ساعات من الآن وأكدوا أنهم سيدعمون هذه المدينة في مواجهة ما يوصف بأنه أكبر أزمة لجوء أوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية طالب وطبعا الموجودون هنا هم معظمهم من الذين يريدون البقاء في أوكرانيا عند أقاربهم عند أصدقائهم أو في مأوى أو ملجأ قدمته جمعية خيرية من هنا أو هيئة كنسية من هناك أو هيئة حكومية من همالك من مدينة ليف في أوكرانيا موفد العربي حسين فيادق نابر شكرا جزيلا لك حسين على كل هذه المتابعة والإحاطة من ليف شكرا جزيلا لك